عندما صلب لماذا قال يا ابي انقذني اسف ما فيش ايه في الانجيل بيقول يا ابي انقذني بس يمكن انت تقصد حاجة حد الهلك بس انت خدتها بالمعنى دي المسيح وهو عالصليب الالهي الهي لماذا تركتني تقول طب ما دي هي دي لا فيه فرق بين انقذني ولماذا تركتني اليهود لما قالهم وانتم حينما ترفعوا ابن الانسان تفهمون اني انا هو لا فيه حن خمسة ايه ما ترفعتم ابن الانسان يعني لما تصلبوه اصلي مش نحن هن هنرفع المسيح للسماء احن هنرفع على خشبة الصليب لما هتصلبوني هتفهموا اني انا هو هو مين هو اللي اتكلموا عنه الانبياء اللي جاي يخلصكم لما تصلب المسيح اليهود الى يومنا هذا عندهم كتاب اسمه الزابور اي المزامير مية واحد وخمسين مزمور بيصلوهم اليهود كل يوم لما يجوا اليهود يصلوا المزامير بيصلوه بالطريقة اللي بنصلها عندنا في الادورة في الكنيسة يعني ايه يعني مش يقولك قولي المزمور الاول وانت المزمور التاني وانت المزمور التالت لا يقولك اول جملة في المزمور يعني يجي الاولان في المزمور اقوله طوبة للرجل التاني لماذا ارتجت الامم التالت لماذا كسروا الذين يحزنوني الرب نور وخلاصي اله بس فدي المزامير فالمسيح وهو على الصليب حاب يفهمهم انه هو ده اللي هيخلصهم فبدأ لهم المزمور اتنين وعشرين ارجوكي اخ احمد ادخل على جوجل واكتب مزمور اتنين وعشرين لدوود النبي اقولها تاني اكتب على جوجل مزمور اتنين وعشرين لدوود النبي طلع المزمور المزمور ده كتبوا دوود قبل المسيح بألف سنة واقرأ شوف المزمور بيقول ايه يبدأ بإلهي إلهي لماذا تركتني عارف بيقول ايه في المزمور سقبوا يدي ورجلي وعلى ردائي الققرعة يتفرسون فيي احصى كل عظامي ايه ده هل دوود حد خرم ايديه ورجليه حد دوود أسن غير دوود حل دوود أسموا دوموا بينهم على جلباب يقتسمون سياب بينهم وعلى جلباب يلقون قرعة ايه كلمتي يقتسمون سياب اليوناء الروماني يحبوا ينفذوا القانون الروماني حرفيا فمن ضمن القوانين الرومانية الفرقة بتتكون من 16 أربع أربع اللي بتقوم بعملية الصلب يعني أربع فاربع ب 16 زائد قائد اسمه قائد ماء ياخد الستاشر دول ويقوم بعملية تنفيذ حكم الاعدام بالصلب المسيحة صلب وسط للصين واحد يمين واحد شمال وهو الثالث وحطولي وسط للصين عشان يعتبروه حرامي لص زي ما قال أشعي عنه قابله بالـ 850 أحصية بين أسمة أحصية بين أسمة من قوانين الرومان ان الفرقة اللي تقوم بعملية الصلب بتاخد ممتلكات المسلوب ليه علشان الناس تحرم تقولك أنا هموت وعيلتي هتتشرق الرومان هيخضوا ممتلكات ويترموا في الشارع فاللص اليمين ليه بيت ليه ممتلكات واللص الشمال ليه بيت وليه ممتلكات فلما بعد ما تم مصاب بالمسيح بعتوا مجموعة هنا وهنا عشان يستولوا على ممتلكات اللص اليمين والشمال دوروا على ممتلكات يسوع لا ليه بيت ولا ليه ممتلكات ولا ليه مورد رزل ولا ليه حاجة يقطع المسيح وليس له طب ايه ممتلكاته قال ما يملكش غير شوية الهدوم اللي انتوا قلعتهم له قال خلاص هاتوا الهدوم بتاعته نقسمها على اربعة دي ترياء طبعا جابوا الهدوم بتاعته اللي هو لبسهم من تحت والرداء اللي انفوق اللي خلعوا له مسكوا الهدوم يمسكوا مثلا الاميس بتاعت الاولان يقصد معه اربعة انت خدوا الربع وانت الربع والربع يقتسمون اربع حاجات انجيل يوحنى يكتسم السياق جم عند الرداء البراني كان مصنوع من الصوف النقي يعني تقريبا جايوا لهدية مجغول قال لك لا ده خسارة ان احنا نقسم طب ومين يغضب قال نلقي قرعة اللي يقع من نصيبه يغضب نفس الكلام قاله داود قبل المسيح بألف بألف سنة لما قال الالهي الهي لماذا تركتني يقتسمون سيابي بينهم وعلى جلبابي او على ردائي يلقون قرعة اللي هو القميص الخارجي دا قبلها بألف سنة هو دا اللي حصل للمسيح لكن تقول لي قاله تعالى انقذني لما لما بطرس قاله حشاك يا رب ان تصلب قاله اذهب عني يا شيطان من اجل هذه الساعة انا قتيت جيه عشان ياخد اللي لينا ويدينها اللي ليه بالاختصار طيب كنت عايد ان ربنا يصلب آدم وعلى فكرة تبقى حكمت على نفسك لان لو ربنا يصلب آدم بدل المسيح يبقى هيصلبك انت برضو بدل المسيح وتطلع على خشبة العار لكن هو خد اللي ليك ويدلك اللي ليه ودي المحبة بتاعت ربنا الله بيّن لنا محبته إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح عنا